أمريكا فيها جدل اليومين دول حوالين أحد مشاريع القوانين المعروضة أمام الكونجرس اللي بتتعلق بصرف 3.5 تريليون دولار رغم أن الديمقراطيين مسيطرين على البيت الأبيض وعلى المجلسين بتاع الكونجرس لكن المعارضة لمشروع القانون ده جاية من داخل الحزب الديمقراطي نفسه من اتنين أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي أحدهم وهي سانيتر كريستن سينما تعرضت لموقف غريب جدا وهو مطاردتها من قبل النشطاء اليساريين المؤيدين لهذا المشروع في داخل الحمام في الجامعة اللي هي بتدرس فيها مش بس كده مطاردات كمان في المطار مطاردات وملاحقات لها على الطيارة يعني كل هذه الملاحقات لها أثرت حالة من اللغط في أمريكا ما بين ناس رفضنها وشايفين ان ده بيمثل اعتداء عليها وعلى خصوصيتها وقريتها وما بين المؤيدين اللي شايفين ان من حق الشعب ومن حق المواطن ان هو يعبر عن رأيه وان هو يسمع صوته للي بيمثله في الكونغرس يعني خليني بلش من هاي النقطة الأخيرة اللي انتهيت في إسهام هو نعم الناس من حقه انه تعترض وتسائل السياسيين وتحتاج على بعض قراراتهم وتعبر عن غضبة تجاه بعض الآراء اللي عندهم ياها بس لازم يكون في حدود لهذا الشي يعني لما بتلاحق انت امرأة للحمام العام فعفوا يعني مفروض يكون هذا تجاوز واضح للحدود بنفس الوقت انا عندي مشكلة مثلا مع الاحتجاج على السياسيين مثلا عند بيوت السياسيين لانك انت هون عم تخل بحرمة المناطق السكنية يعني فيه جيران في عائلة مفروض تكون شوي خارج الاطار السياسي عندك اماكن عامة عندك اماكن عمل ممكن تحتاج فيها انت طول الوقت ومفروض تحتاج فيها اذا عندك مشكلة مع السياسيين بس لازم نضبط شوي الامور بس حالة الاستقطاب السياسي اللي صارت موجودة بمجتمعاتنا بالغرب هلأ بهالمرحلة هاي خاصة بامريكا عم تخلي الناس يتصرفوا بشكل كثير انفعالي بالحقيقة